السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم وسط حضور جماهير كبير للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا او الذين اتوا حتى من بقية الدول الاوروبية وعلى قاعة رولونغاروس الشهيرة تمكنت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف من الفوز بالمنازلة النهائية لوزن 66 كيلوغرام سيدات واهداء الميضالية الذهبية للجزائر ايمان خليف سيطرت بالطول والعرض على منافستها الصينية يانجليو وفازت عليها باجمال القضاة الخمس في الثلاث جولات وبنتيجة اجمالية 30 مقابل 27 أي 10 تسعة في كل جولة للقضاة الخمس ايمان خليف وبفوزها هذا اردت على كل الذين سخروا منها وتنمروا عليها وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي الذي عمل كل ما بوسعه للتأثير عليها واحباط من معنويتها ايمان خليف اصبحت اول سيدة جزائرية وعربية تتوج بالذهب الولمبي في رياضة الملاكمة وبعد حصول ايمان خليف على ذهبية اليوم صعدت الجزائر للمركز الرابع والثلاثين في الترتيب العام لجدول الميطاليات بذهبيتي ايمان خليف اليوم وايضا ذهبية كيليان مور في الجنباز من قبل هذا في انتظار العداء جمال سجتي هذا السبت في نهاي سباق الثمانمائة متر هذا وقد تلقت ايمان خليف عديد الاشيادات والتهاني من مختلف الفعاليات في الجزائر العالم العربي وايضا في العالم الف مبروك مرة اخرى لامان خليف على هذا التتويج ومزيدا من الانجازات الرياضية الكبيرة شكرا لكم على متابعتكم لهذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته